نلاحظ بأنه من ليس لديهم خبرة عسكرية ولم يخدموا في الجيش وليس لهم تجربة والأخير هم من يطلقون التصريحات النارية والهجومية بين كفير وثموتريتش كلاهما لم يخدم في الجيش ثموتريتش خدم أشهر كلاهما لم يخدم في الجيش كلاهما ليس لديهم أي خبرة عسكرية ليس لديهم أي خبرة أمنية ليس لديهم أي بعض ولكن لديهم خلفية أديولوجية تدفعهم باتجاه التصعيب يعني لا يوجد أي قيمة لهذه المواقف ممكن الوقوف عندها؟ يعني لا يوجد أي قيمة ولكن قيمة هذه المواقف ليست هي الحاسمة لأنه نحن يجب أن نعرف من الذي يتخذ القرار في إسرائيل وكيف يتخذ القرار في إسرائيل الآن من يطبخ القرار في إسرائيل هو كابينة الحرب ماذا يأتي من كابينة الحرب؟ ما الذي يطبخ في كابينة الحرب؟ في كابينة الحرب حتى الآن إذا أخذنا المواقف التي صدرت حتى الآن كلها لا تزال تقول أنه يجب تغيير الواقع في الشمال يجب عودة المستوطنين يجب 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 ولكن بداية يجب استنفاذ المسار السياسي والدبلوماسي قبل الذهاب إلى التصعيد وهذا لا يعني أنه في ذمون الحرب ولكن في المدى المنظور نحن لا نزال أمام المقاربة الرسمية الإسرائيلية ذاتها بدليل ما يحصل نحن 18 شهر جلسة كابينات الحرب ألغيت لماذا؟ الشي اللي سر بأنه جلسة كابينات الحرب الذي كان مفتد أن تعقد اليوم كان من شأنها أن تبحث موضوع رد حماس على موضوع الأسرة ومن جهة ثانية ننصي أنه جانس لديه تهديد بأنه سوف يخرج من الحكومة بثماني وبالتالي لهذه الأعتيار هنا لم يعطى تفسير رسمي ولكن ما تردد في إسرائيل أنه ما قيل أن حماس رفضت الصفقة أو مخطاب بايدن وبالتالي لم يعد في ضرورة لاجتماع كابينات الحرب اليوم وبموضوع الشمال هم نجتمعوا بالأمس وبالتالي تم التأجيل إلى يوم الأحد الاعتبارات لم يذكرها ولكن مرتبطة بمسألتين بمسألة انسحاب جانس من الحكومة وبمسألة أيضا عدم وجود أي جديد في مخص خطوة